الموضوع تنائي يعني فيه واحد تقابل ولكن بشي سدد هو العدل المهم دياله والموتق تنعرف كيف قلنا سابقا أنا ديران مرة عليها مرة الكرام أن التوتق هو في المغرب كان واحد لأن المهنة ديال العدول عندها قرن وقرنه عشر سنوات ومهنة الموتق اللي تنضمها القانون بدأت من 1925 احنا والموتقين تنطلقاو في بزاف ديال الحويجات تنطلقاو في مسألة ديال هما ما تيدخلوش في هذا الجانب ديال ديال الأسرة ما عندهمش وما تيدخلوش في ذاك الملك الغير المحفظ ما عندهمش وتنطلقاو حنايا في الملك المحفظ وكل شي كان بعد مرات المواطنين المغربي تقولك واه أنتما عندكم السراع علش بغيتوا تبدو تكتبو ذاك شي ديال العقر المحفظ الشقاق الديور كذا تقولون من لا راه هاد شي راه هو أصل احنا تنكتبو من من دو بدأت المهنة يعني هاتي ديال توتيق ديال العقود ديور شقاق دجزيئات كذا احنا تنطلقوه يعني ما شي شي حاجة غريبة علينا تقولك واه أنتما عندكم دباز حت هادوا واخديني لكم وأنتما ما بغيتوش فإذا نحنا بنسبلنا مثلا تكلموا على هاد الأمر ديال العدل من مهام دياله يوتيق جميع العقود من زواج طلق وكالة رفع اليد رفع الروهون رفع اليد على الروهون لموضوعها عقد بيع شقة بيع مثلا أراضي فلاحية محفظة وغير محفظة إنجاز وطائق أراضي اللي ما عنداش وطائق ديالها باش تتولي محفظة يعني هاد الأمور كلها تيوتيقوها العدل الاختلاف الذي بيننا وبين الموثقين هو أنهم تعطوا واحد الحق وإحنا حرمنا من هاد الحق يوتيقو العقود المدعمة طرف الدولة وهذا تعتبر بأنه خرق سافر من طرف الدولة لأنه تمييز بين فئتين من المهنيين وهذا لا يحق لأن الدولة ولا الحكومة هي للمواطنين جميعا وللمهنيين جميعا فلا يحق لا تمييز إلا كانت تمييز توييننا العلة ولا علة إلا لكانت شيري ولكانت شيروبيات هذا هو اللي تنقدرون نحن نصنفه ولكن من حقنا أن نوتيق جميع العقود علاش؟ لأن نحن نساهم في سنمية البلد دينا من خلال جلب وتقديم خدمات يعني بالمجان يعني في مجموعة دي الأمور لفائدة الدولة تجيل تحفيظ وكذا يعني لا ننتقد عليه واجب ورغم ذلك نقوم به بل حتى عقد الزواج نحن نجيز الملفات ونقوم بها في حين أن الموظف دي الوزارة العدل هم المجبرون باش يصيبوا هذيك وخصوم يمشون المحاكم ويقولي الكسيدات غير دي الملفات الزواج إلا عنا ميات زواج يعني في الأسبوع ومشون الناس باش يحطون الملفات ديالهم شكل اللي غيستقبلهم شكل اللي غييدير ولكن نحن نحن نجينا نقوم بهذا المهام من مالنا الخاص ومن جهدينا ومن موظفينا يعني الموارد البشرية ديال نحن بالنسبة للإداءة هو آلية آلية من الآليات يعني أن المواطن ما تيجي برمو حد العقد ديال البيع تيجيوا عند سدى العدول أو الموتق وتيبرمو ذاك العقد ديالهم هذيك الأموال ما تتسلمهاش المشتري إلا من بعد نفاذ العملية وهذا العملية شنه هي هي أنه تكون ذاك تسجيل وتحفظ وأداء المستحقة الضريبية ومتعلقة بذاك العقار زائد الضريبة على القيمة الموضفات ذاك الضريبة للأرباح الضريبة للأرباح للتي بي يعني لتجي نتيجة الربح هذي ولكن هذيك الأموال لا يحق للذي تكلف بالتوثيق أن تبقى في حسابه إنما تضعه في صندوق ديال إداع والتدبير وهنا يتعطي لدك سيد ما يفيد بأنه لم يتوصل أو أنك من بعد تتعطيه وحد النصب رأيت ما تتم العملية باش ما يبقى يقول لي خلو ذاك العقار من أي تبعات مالية هذا هو اللي خصوية ذاك فإذا هذه العملية هي آلية من الآليات وليست حكرا على أحد وليست شيء نص قانوني يعني تخليها محتكرة من طرف الغيث هي حق لجميع السادة الموتقون اللي تقول الموتقون العدو الموتقون والموتقون فهذا بعد أول أن تنضبطوا به المالية وتنحفظوا به على الاستقرار المالي ولم يتبت في حق المهنة منذ قرن وعشر سنوات أن سمعنا بأن عدل فر بالملاير خارج الوطن ما عمرنا سمعناها ولكي الكواريط الآن تنسمعوها إحنا ما تنتهموش الجسم تنتهمو بعض الحالات الشادة ولكن رأى كواريط رأى مؤخرا رأى كيني الناس اللي في المحكمة اللي استين بالشيكاية ديلهم يفوقوا المئات ومنهم ناس في دولة الخليج الأموال ديلهم مشات يعني تبخرت المشاريع ديلهم تبخرت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر